عزيزي التلميذ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قلنا في الدرس السابق أن أغلب الأنوية الموجودة في الطبيعة هي أنويات غير مستقرة فتسعى هذه الأنوية إلى الاستقرار وذلك وفق أحد التفككات ألفا بيطا أو غاما قام العالم الإيطالي إيميليو جينو سيغري بوضع مخطط لتموقع الأنوية وفق عدد بروتوناتها Z وعدد نيتروناتها N سمى هذا المخطط بالمخطط NZ كذلك يعرف هذا المخطط بالمخطط سيغري كما نراحت في الشكل إذن هذا المخطط محور فواصله يعبر عن عدد بروتونات Z ومحور تراتيبه يعبر عن عدد نيترونات N فقام بوضع الأنوية حسب عدد بروتوناتها ونيتروناتها في هذا المخطط فتحصلنا على الشكل الموضح أمامكم لاحظ أن هذا المخطط مقسم إلى أربع مناطق متميزة كل حسب لونها المنطقة الأولى باللون الأحمر تدعى بواد الاستقرار وتتموضع فيها الأنوية المستقرة ولما نقول أنوية مستقرة معناها أنها لن تتفكك أو لا تتفكك فهي مستقرة المنطقة الثانية باللون الأزرق هي أنوية غير مستقرة أنوية غير مستقرة وبالتالي هي تسعى إلى الاستقرار وحتى تصل إلى حالة الاستقرار هذه عليها أن تنتقل إلى واد الاستقرار يعني من منطقة الزرق إلى المنطقة الحمراء وحتى يمكنها ذلك عليها بالتخلص من إلكترون أي أنها تتفكك وفق النمط بيتا نقص إذن الأنوية الموجودة فوق واد الاستقرار تتفكك وفق النمط بيتا نقص المنطقة الثالثة باللون الأصفر هي المنطقة التي تتموضع فيها الأنوية غير مستقرة كذلك أنوية غير مستقرة ولما نقول أنوية غير مستقرة هذا معناه أنها ستسعى إلى الاستقرار تسعى إلى الوصول إلى واد الاستقرار وحتى تصل إليه عليها بالتخلص من بوزيتون أو زيرو بلس آم أي أنها تتفكك وفق النمط بيتا زايد إذن الأنوية الموجودة في المنطقة السفرة تريد الوصول إلى منطقة الاستقرار واد الاستقرار وحتى يمكنها ذلك عليها بالتخلص من بوزيتون أو زيرو بلس آم أي تتفكك وفق النمط بيتا زايد المنطقة الرابعة هي اللون الأخضر هي منطقة تتموضع فيها الأنوية الثاقيلة وهي أنوية غير مستقرة تسعى إلى الاستقرار أي أنها تسعى إلى الوصول إلى واد الاستقرار وحتى يمكنها ذلك عليها بالتخلص من نوات هليوم هليوم 4-2 أي أنها تتفكك وفق النمط ألفا إذن كم ولخص لما قلنا هنا إذن لدينا مخطط ANZ محور فواصله Z وعدد البروتونات محور تراتيبه N عدد النيترونات لدينا واد الاستقرار باللون الأحمر ما فوق والاستقرار باللون الأزرق في أنوية غير مستقرة تسعى إلى الاستقرار وذلك وفق النمط وذلك بالتفكك وفق النمط بطنقص باللون الأصفر هي المنطقة التي تتواجد فيها الأنوية كذلك غير مستقرة لكنها تتفكك وفق النمط بطنقص حتى تصل إلى حالة الاستقرار والمنطقة باللون الأخضر تتواجد فيها كذلك أنوية غير مستقرة وهي أنوية ثقيلة لأن عددها الكتالي كبير وحتى تصل إلى حالة الاستقرار عليها أن تتفكك وفق النمط ألفا تطبيق انطلاقا من المخطط أنزد التالي بين مع التعليل الأنماط الإشاعية التالية المقصود بذلك أنماط التفكك واحد اثنان وثلاثة لاحظ جيدا أن المخطط المعطى محور فواصله يمثل عدد النيترونات ومحور تراتيبه يمثل عدد البروتونات وبالتالي هذا المخطط لا يشبه المخطط السابق أين كان محور الفواصل فيه عدد البروتونات ومحور التراتيب كان فيه عدد النيترونات الإجابة نبدأ بنامط التفكك رقم واحد أي سام واحد لاحظ في بداية السام كانت لدينا نواة أم في نهاية السام أي بعد التفكك نتحصل على نواة بنت النواة الأم الموجودة في بداية السام إحداثياتها آن زائد واحد وزاد زائد اثنان النواة البنت الموجودة في نهاية السام يعني بعد تفكك النواة الأم إحداثياتها آن نقص واحد وزاد أي عدد نيتروناتها آن نقص واحد وعدد بروتوناتها زاد ومن هنا استنتج أن النواة الأم إكس عددها الكتالي هو عدد بروتوناتها زائد عدد نيتروناتها أي آن زائد واحد زائد زاد زائد اثنان تصبح آن زائد زاد زائد ثلاثة هذه النواة الأم هي آن إكس آن زائد زائد ثلاثة بالنسبة لعددها الشحاني أي عدد بروتوناتها هو زاد زائد اثنان النواة البنت التي نتاجت عنها التفكك هي إغراك كما نلاحظ من خلال إحداثيات نواة البنت عددها الكتالي وأن نقص واحد زائد زاد أي عدد بروتونات زائد عدد نيترونات عددها الشحاني أي عدد بروتوناتها هو زاد بتطبيق قانون صودي لانحفاظ العددين الكتالي والشحاني نجد أن الجسيم المنطالق جسيم المنطالق هو الهيليوم أربع إثنان أي أن نمط تفكك رقم واحد هو ألفا نفس الشيء بالنسبة لنمط تفكك رقم اثنان لاحظ أن إحداثيات نواة الأوم الموجودة في بداية سهم رقم اثنان إحداثياتها هي أنزايد واحد زائد زايد واحد أو عدد بروتوناتها أنزايد واحد وعدد بروتوناتها زائد وحد إذا، نواة الأوم عدد الكتالي هو N زائد 1 زائد Z زائد 1 أي عدد البروتونات زائد عدد نيترونات و عددها الشحاني هو Z زائد 1 بعدما تفككت نتحصل على نواة البنت الموجودة في نهاية سام رقم 2 إحداثيات هذه نواة البنت هي N زائد 2 أي عدد نيتروناتها N زائد 2 و Z و عدد بروتوناتها عددها الكتلة هذه النواة البنت و عددها الكتلة هو N زائد Z زائد 2 و عددها الشحاني Z وبالتالي بتطبيق قانون صودي نجد أن الجسيم المنطلق هو بوزيتون 0 plus A إذن الجسيم المنطلق هو بيطا زائد نفس الشيء بالنسبة لنمط تفكك رقم 3 نلاحظ أنه في بداية السهم تكون لدينا نواة أم عدد بروتوناتها هو Z و عدد نيتروناتها هو N زائد 1 وبالتالي يصبح عددها الكتلة كام هو عدد بروتونات زائد نيترونات يصبح N زائد Z نقص 1 و عدد بروتوناتها هو Z في نهاية السهم رقم 3 نتحصل على نواة البنت هي Y من خلال إحداثياتها نواة البنت خلال إحداثياتها إحداثياتها هي N و Z و بالتالي عدده الكتالي هو N زائد 1 و عفوا N زائد زائد 1 و عدده الشحني هو Z بتطبيق قانون صودي لانحفاظ العددين الكتالي والشحني نجد أن الجسيم المنطلق وهو Beta Nax العائلة المشعة هي سلسلة من التفككات التي تصدر من نواة أم أصلية سلسلة من التفككات بمعنى لو تكون لدينا نواة أم يحدث لها التفكك أول تعطينا نواة بنت هذه النواة البنت يحدث لها تفكك آخر تعطينا نواة بنت أخرى تلك النواة البنت تعطينا نواة بنت أخرى وهكذا دولك حتى نصل إلى نواة بنت مستقرة إذن هي مجموعة من التفككات التي تحدث للنواة الأم حتى نصل إلى حالة الاستقرار كمثال على ذلك المطلوب هنا إيجاد عدد الجسيمات ألفا وبيطا المنبعيثة عند تفكك نواة أصلية نواة أم يورانيوم 238-92 إلى نواة الرصاص 206-82 معادلة التفكك الحادث هي يورانيوم 238-92 أعطتنا نواة الرصاص 206-82 زيد إيكس هليوم ربعة ثنين إيكس المقصود بها وعدد مجهول وعدد التفككات ألفا لأن هليوم أربعة ثنين هي نامة تفكك ألفا زيد إيكراك أو زيرو مونزا أي عدد التفككات بيطا نقص حتى نستطيع إيجاد عدد الجسيمات ألفا وبيطا نقص المنبعيثة هنا أي مطلوب هنا إيجاد إيكس وإيكراك سنطبق قانون صودي المقصود به انحفاظ العددين الكتالي والشحاني ولما نقول انحفاظ العدد الكتالي معناه A للمتفاعلات تساوي A للنواتيش أي 238 تساوي 206 زائد أربعة في إيكس أي معامل هليوم وإيكس في عدد الكتالي أربعة ثنبائحة أربعة إيكس زائد صفر في إيجراك يعني صفر لا يكتب انحفاظ العدد الشحاني أي العدد الشحاني زاد للمتفاعلات يساوي عدد شحاني زاد لنواتيش تصبح 92 تساوي 82 زائد المعامل إيكس في ثنين تصبح ثنين إيكس ناقص إيجراك أي إيجراك في ناقص واحد بالحساب نجد أن إيكس تساوي ثمانية وإيجراك يساوي ستة أي أنه عدد الجسيمات ألفا المنبعثة هو ثمانية وعدد الجسيمات بيطا ناقص المنبعثة هو ستة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر